في أوكرانيا تطورات عسكرية على أرض الميدان ستساهم في تأخير مسارات الحل في الأزمة الحاصلة لتحول بذلك الصراع الضائرة بين موسكو وكييف إلى مواجهة محتملة بين روسيا والولايات المتحدة الدفاع الروسية حذرت من عواقبة لا يمكن التنبؤ بها في حال استمرت واشنطن بتزويد الجيش الأوكراني بالسلاح والذي تعتبره انتهاكاً للمبادئ الصارمة التي تحكم نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع وفق مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست فإن التصريحات الروسية جاءت بعد ساعات من إعلان واشنطن نيتها رفع الدعم العسكري للقوات الأوكرانية حيث اعتبرت روسيا الخطوة بغير المسؤولة مطالبة بوقف الإمدادات العسكرية أو أنها ستستهدف جميع الآليات العسكرية التابعة لحلف النيتو والولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية موسكو أكدت أن تلك الآليات تعتبر أهدافاً مشروعة للجيش الروسي والتي يراها مراقبون تهديداً مباشراً للمساعدة العسكرية التي ترسلها واشنطن لكييف تلك التطورات المرتبطة بالميدان تزامنت مع موافقة بايدن على توسيع كبير في نطاق الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا والتي ستشمل أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وطائرات هليكوبتر ومدرعات وناقلات جنود والعديد من الأنظمة المدفعية بقيمة 800 مليون دولار بما في ذلك مدافع هاوتزر عيار 155 مليمتر وطائرات بدون طيار للدفاع الساحلي كما سهلت الولايات المتحدة شحن أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى إلى أوكرانيا بما في ذلك شحنة سلوفاكيا من منظومة الدفاع الجوي S-300 روسية الصنع والتي قالت روسيا في وقت سابق إنها دمرتها هذا وسيشكل الهجوم المحتمل الذي ستنفذه القوات الروسية على القواعد التي تتمركز بها القوات الأمريكية وحلف النيتو بمثابة خطوة تصعيدية مهمة للغاية يمكن أن تحرم الغرب من الاستمرار في تقديم الإمدادات إلى أوكرانيا